موسيقى إذاً هذا التقرير يدارج ضمن مهام أوكسفام التي تهدفه للحد من الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب وكي تتبع واحد منهجية بالناءة التي تتبعها أوكسفام التي تهدف للمساءلة المسؤولين حول السياسات العمومية السوسيو اقتصادية بالمغرب للأسف مسألة تشغيل تبقى واحد من الأورش التي يواجه العديد من التحديات الهيكلية اليوم في المغرب التي تساهم في تعزيز الفوارق الاجتماعية والاقتصادية اللي خلصنا نعرفه هو أولاً كانت المغرب ما قدرش يستفد من واحد النفيدة ديمغرافية اللي كان اللي تفتحت في عام 2000 واللي كانت فرصة حقيقية للتنمية بالنسبة للمغرب مع الأسف ما قدرش يستفد منها بالشكل اللي كانت منه النساء اليوم كتبقى مهمشة بشكل كبير من الولوج للسوق الشغل فقط مرأة واحدة من ضمن أربعة النساء اللي كيستفدوا من اللي كيولجوا للسوق الشغل معدل بيطالة عند الشباب كيتبع واحد المدى ولا واحد المنحة تصعودي منذ سنوات وأكبر معدل بيطالة عند الشريحة العمرية ما بين 25 عام و 34 عام في المغرب بهذه الأرقام على الأسف زدت خطورة في دل جائحة كورونا حيث أن حسب التقديرات الأخيرة ديال البنك الدولي ما يعادل نصف مليون مغربي ومغربية أصباحوا فقراء من عام 2020 خصنا نعرفوا أن ما بين الربع الأول من 2020 والربع الأول من 2021 الاقتصاد المغربي خسر ما يعادل 790 ألف وظيفة من بين التوصيات اللي خرجت بها الدراسة كين أولا مسألة تحسين الولوج إلى المعلومة اليوم لا يمكنه تحسين أداء سوق الشغل في المغرب بدون الولوج إلى المعلومة الاقتصادية والشفافية ديال البيانات من طرف الفاعلين والسيامة المندوبية السامية التخطيط صندوق الوطني الضمان الاجتماعي مكتب تكوين المهني والإنعاش شغل لاناباك ووزارات الاقتصاد هذه من جهة ثانيا تعميم الحماية الاجتماعية أكسفام كتنوه بالزفور ديال الجهود المجهودات ديال الحكومة اليوم ثانيا تعميم الحماية الاجتماعية أكسفام كتنوه بالمجهودات ديال الحكومة في هذا السادد ونشرنا بيان والان بابيا ديال الجمعيات المجتمع المدني المغربية اللي في هات وصيات خاصة بتعميم ديال الحماية الاجتماعية في المغرب وبهذا الورش الكبير اللي المغربة والمغربيات كاملين كيتسنوا ثالثا هيكلات النشاط الاقتصادي في المغرب اليوم إحنا عارفين بأن الدولة تبعت واحد المنهجية جزرية السنوات الأخيرة اللي كتقول بأن اللي كتحت المقاولات والناس اللي كيدروا واحد النشاط غير مهيكل باش أنهم يهيكلوه واللي يضيفو عليه الطابعة الرسمية اليوم أوكسفام كتقول أنه مقربة الجزرية خصنا نخليها في الماضي اليوم ضروري أن الدولة تقوم بتحفيزات نطبع تحفيزات ضريبية من أجل تشجيع المقاولات الصغرى نحن نعرف بأن في السنوات الأخيرة المغرب تبع واحد المنهجية جزرية للحد من النشاط الاقتصادي الغير مهيكل اليوم أوكسفام كتحت هاد الحكومة والدولة على أنها تقطع مع هاد المنهجية الجزرية وتتابع منهجية ديل تحفيزات نطبع تحفيزات ضريبية أو تشجيع ديل المقاولات الصغرى في الولوج المخشي الببليك الدراسة كتجت أيضا بمجموعة من توصيات التي تصب نحو الرفع من إدماج النساء والشباب اليوم في سوق الشغل فيما يخص لا من فيما يخص تدريب ديال الشباب والشابات اليوم لا فيما يخص تحسين من جودة تدريب ديال الشباب والشابات اليوم ولا فيما يخص الاحتياجات الخاصة اللي عند النساء اليوم باش يقدروا يولجو أكتر لسوق الشغل من المؤكدة على أنه النهوض بسوق الشغل يطلب إمكانيات واعتمادات أكتير المنظمة ديل أوكسفان في الشهور والسنة الأخيرة قتمت واحد لعداد ديل الدراسات اللي فيها حلو العملية كيفية النهوض ليس فقط بقطاع ديل الشغل وكي بكل القطاعات الججمعية في المغرب وعلى سبيل المثال أن هذه الدراسة اللي نجزنا سواء حول المساواة اللي كتعرفه للسياسة الضريبية في المغرب والإعفاءات الضريبية فهذا فقط نمديج على بعض المجالات اللي تخصها فعلا إصلاح عامق فكان أعتقده على أنه مثال واقعي لأن الإعفاءات الضريبية فقط لسنة 2020 شكلت 29 مليار ديال الدرهم هذا 29 مليار ديال الدرهم كتوازي إلى حدين ما تقريبا صندوق ديال الجائحة ديال الكورونا فلو تصورنا أن هذه الإعفاءات الضريبية تم تشغيل ديالها والتوظيف ديالها بشكل لائق فإن كانت أنها تنهضم ليس فقط بشغل ولكن بقطاعات ججمعية كثيرة ومتعدة على هذا الأساس المنظمة ديال أوكسون كتنادي وكتطالب إلحاح على أنه السياسة الضريبية في المغرب سياسة مجحفة غير عادلة وغير منصفة وكتطلب بشكل مستعجل لإعادة النظر فيها وإعادة في كل بعض التدابير المرافقة لها من ضمنها الإعفاءات الضريبية أو الإعفاء الشامل والعام ديال الدرائب هذه كلها تنعتقدوا تدابير أنها تحسن المداخل ديال الدولة اللي غد يمكن الدولة بكل آريحية توضع استراتيجيات وضع برامج لكتشجب الحاجيات ديال المواطنات المواطنين